شاهدنا الكرام أهلا وسهلا بكم سعيد جدا بلقائكم في هذا البرنامج الخاص الذي سنخصصه للحدث وهو لقاء العودة بين المنتخب الوطني والمنتخب التنظاني في طار تصفية كأس العالم روسيا 2018 طبعا قناة نيوميديا خصصت كل الإمكانيات لهذا الحدث من أجل نقل كل صغيرة وكبيرة عن هذه المباراة التي ستكون صعبة وصعبة لأشبال جوركيف طبعا هناك ضيوف يحضرون في هذا البلاطو وتشرفوا اليوم باستضافة المدرب سعليم الشيش سعليم الشيش مسار خير وشكرا على تلبيتك الدواء مسار خير مسار خير أخوانا مشاهدين وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة إن شاء الله نفوته سعي يعني أنا باس بها تفيدنا بتحليل ديولك سعليم الشيش طبعا علي أساري المدرب واللاعب السابق حاكم سبا حاكم مسار خير وشكرا على تلبيتك الدواء مسار خير للأخوة سيم مسار خير لكل إخوان رياضيين وشكرا مرة أخرى على الاستضافة إن شاء الله شكرا على واجب إذن نحن ندخل مباشرة في الموضوع سعليم الشيش هذه المسارة المنتخب الوطني سيوجه المنتخب التنظاني مباراة الدهاب انتهت بهدفين لهدفين قرأتك لهذه المباراة لكل ما يحدث ومحيط هذه اللقاء يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني مقابلة العودة يعني تكون مقابلة صعبة يعني تكش فيها ظروف فيها يعني بهذا الجوانب يعني لازم نحيطه ببعض الجوانب باش أكد ان شاء الله يعني كل المقابلة تشير يعني لصالحنا المقابلة بذاتها فريق تنظانيا عنده فريق عنده يعني كانت عنده فرصة باش يعني يحسن يعني في اللقاء الذهاب للمقابلة ولكن يعني اللي حسننا حظنا يعني ما كانش ما كانوش يعني كانتش فعالية يعني في الهجوم الفريق تنظانيا ما عنده حتى وش يخصر يعني في المقابلة هذي الفريق الوقتاني يعني عنده ممكانيات دوك عنده عنده لعبين يعني من طراز العالي عندهم تجربة يعني خاصة يعني في المقابلة هذي ونلعبوا أمام جمهورنا يعني يعني الجمهور اللي يقدر يكون يعني سند يعني والرجل الرقم 12 يعني في المقابلة والآن إن شاء الله تكون تكون لدي في رونس ولازم يعني تواجد تواجد اللاعبين يعني فوق أرضية الميدان من الجانب النفسي خاصة من الجانب النفسي اللي يلعب دور كبير يعني في مثل هذا المقابلات يعني طيب حكيم سبع مباراة ذهابين تاتب هدفين لهدفين اليوم راح نشوف ربما سيناريو آخر قراءتك لهذه المباراة هكذا يعني كالنظر الأولية مقارنة باللقاء الذهاب شوفية الوطن الوطني الجزائري مراهوش في حتمية الفوز باللقاء يعني نحن لا يحتاج إلى المتش لكن يجب أن يحصل على المتش في المتش في المتشفة المتشفة يجب الفريق يلعب لكي يفوز باللقاء لكي يمحي بعض النقاط السلبية اللي يسقط فيه مؤخرا ولكن هنا نشوفه أنه أنه المقابل نحن يعني من ناحية أنه فريق طنزانيا كما قال الشيخ يعني روجي لتو بولوتو ما راح يخسر ولا شيء هو يشوف باللي نتيجة لقاء الذهاب ما كانتش في صالحه يعني هو ملزم بش يهاجم ملزم بش يخلي يعني يترك يترك فراغات كبيرة في الدفاع ومساحات لأن الفريق اللي يلعب على الإكستيريور ويكون بورد رواني دون سور لسور لازم له يعمل يعني يقولوا إحنا يفهي هذي إن شاء الله الفريق الجزائري يكون يستثمرها ولكن أنا نقول ونعود أنه إحنا ما نشمل زامين بفوز اللقاء إحنا الحتمياً تعنا والهدف الأسمى هو تأهل الكأس إفريقيا الكأس إفريقيا هذه كأس إفريقيا والعالم يعني الآن مؤهلة تأهل الكأس إفريقيا وكأس العالم وكأس إفريقيا هي قبل إحنا نلعبه كأس إفريقيا قبل الكأس العالم يعني نقول كأس إفريقيا ربما لي هم من أكثر هو الكأس العالم لكن خلينا قبل أن تحدثوا عن المباراة لهذا المساء خلينا نشوفوا ملخص للقاء الدهاب وتقرير يعد هنا زمينا موعد نمرودي في سيناريو لم يكن ينتظروا أبرز المتشائمين من أنصار المنتخب الوطني دخل محارب والصحراء مبارتهم الأوذى ضد المنتخب التنزاني بضال السلام ولأن الخضر دخلوا هذه المباراة منقوصين من أبرز ركائزهم بسبب الإصابات فقد كانت مهمتهم صعبة للغاية وهو ما تجلى مع بداية المرحلة الأولى عين شن أصحاب الضيافة هجومة لم يقوى خط دفاع كتيبة جوركيف على عقفها بقيادة صمطة وزملائه الذين تمكنوا من الوصول لغايتهم مع مطلع الدقيقة الثالثة والعربعين ضغط أصحاب الأرض تواصل أين كادت الحصيلة أن تكون اثقل لو لا إعلان الحكام نهاية المرحلة الأولى بداية المرحلة الثانية كانت مشابهة لسيناريو المرحلة الأولى ليضيف أشبال مكوزة الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والخمسين هدف دفع أشبال جوركيف للخروج من منطقتهم وتمكن المنقذ إسلام سليماني من تقلص نتيجة في الدقيقة الثانية والسبعين وذلك بعد تمريرات في ظهر الدفاع من مسلوب هدف أدخل الشك في قلب المنافس الذي تلقى هدفا ثانيا من ذات اللاعب بعد ثلاث دقائق بعد تمريرات في العمق من اليد محرز فروغ الحارس وسدد كرة عن قبها الشباك لينتهي الشوط الضال السلام في انتظار الشوط الثاني بملعب مصطفى تشاكر من البوليدا من أجل حسم هوية متاهلة لدور المجموعات إذن شيخ شفنا مباراة الدهاب شوطين مختلفين سيناريو ربما شخصين لا أحد لم كان حتى واحد يتصور هذا السيناريو شفنا دفاع هش شفنا طريقة مغيرة في الشوط الثاني تغيرات ربما طرحت أكثر من تساؤل مباراة الدهاب ستختلف مباراة العودة ستختلف عن مباراة الدهاب لكن يجب استخلاص دولس كثيرة من مقابلة الدهاب يعني والاستخلاص من مقابلة الدهاب نجب أن نستخلصه الدرس والدرس يقيم في الشوط الأول من هذا التآهل شفنا فريق خاصة في الدفاع وسط الدفاع خلال كبير ما كانش تلعب مع فريق وطني ولكن فريق عادي نقول لك الحسن الحسن حظنا أن الفريق اللعبين الفريق طنزانيا ما كانوش لعبين يعني ما كانوش فعاليين أمام المرمى سينو كانت تقدر تكون خمسة هداف ستة هداف يعني في المقابلة السيناريو ونغم يعني ثاني الفريق الوطني نقولوه الشوط بشوط ولكن رجع يعني ثلاثين دقيقة لأخرى يعني تقريب ساعة والفريق يعني تنظرها بعد انهيار بدني لفريق تنظرها ممكن الجانب البدني لانهار يعني وما محسن الجانب النفسي ما كانش يعني خاصة تلقي هدفين يعني هكذا في عقر دارك شوية تأثرت عليهم من الجانب النفسي اللي هنا نشوف باللي أن رغم الغيابات يعني تعلعبين يعني تعرقها يستعمل هنا وكلش ولكن فيه أخطاء يعني للمدرب يعني الوطني على باله بيها وعلى باله وجدها وإن شاء الله يعني صحح الأخطاء هذه يعني في المقابلة يعني للقياب شيخ شفنا عفوا سمحني شفنا في المباراة هذه ربما صمطة مكوازا دخول سهل داخل منطقة العمليات يوصلوا حتى الحارس الموليين الفريق يعني كود ما عندوش دي بلوك ديفونسي يعني نبدو يبدو ندفونديو من 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 حتى نتوصل على لديفونس حنا كينا نقول لك وسط الدفاع وسط الدفاع المنتخب الوطني وسط الدفاع يعني لاكس يعني سمدير سيرتو سيرتو لاكس يلي ميليو ديفونسي كينا نكبر با بين الباران وخلينا يقدروا اللعبوا فيه يعني اللعبين تحت انظانيا كينا حبوا لعبوا لقوا الفراغات يعني ولقوا المساحات وقدروا يعني ديفلوبيون فوتبول واني كنت نقول لك بلي كنا قادرين يسجلوني أكثر من هدفين يعني يعني لهنا الخلال يكون في الشيء هذا وعنينا يعني من من لاكس سنترال يعني في قداش المقابل والحمد لله شفنا في هذه المباراة حارس كبير اسمه مبولحي رح تحدث مع حكيم ربما مبولحي اللعب دور كبير في هذه المباراة كما قال الشيخ سلكنا من نتيجة كبيرة بالتأكيد هو مبولحي يعني وفيه العادات يعني في كل خرجة خرجة لهم على الفريق الوطني بين على إمكانياته القوية وأنه يعني ورقة رابحة ورقة دفاعية ورقة بالنسبة لنا ولكننا حبيت نزيد إضافة على الشيء فتر فتر اللي قالوا أستاذ شيخنا المدرب القادير أستاذ نشيش أنا ما ندخلش في تاكتيك ولا ندخل في الأخطاء ولا الأشياء اللي عملها المدرب ولكن أنا نقول حاجة واحدة نضيف أنا بحكم تجربتي أني مشيت مرتين للطنزانيا مرة مع وفاق السطيف في نفس الملعب ومرة مع المريخ السوداني يعني لازم ناخده بعين الاعتبار لسيتياشون كليماتيك ثم ما للناس كيفاش كانت عايشة لأننا لحسب معلومات اللي عندي الفريق الوطني مشال طنزانيا يوم الخميس والمباراة كانت يوم السبت يعني لطن داكرة ميت أكليماتيزازيون 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 يعني قصير قصير ونشوف باللي كانوا مؤثرين كانت حرارة الملعب مغلق يعني تقريبا مغلوق الملعب لكن تأثر الدفاع سمحني الناس لازم تفهم حاجة أنه لرول دان جوال الحالس يعني الحالس إلا بلس رول يعني يكون في ندي في بسيكولوجي ما يتشاركش بزاف اللعب يقدر يشارك مرة مرتين كما يقدر يشارك خمسين مرة في مباراة في تسعين دقيقة ولكن اللعبين كان الجهد البدني يبدلو أكثر أكثر من حالس المرمى يعني وخد لك شوف الكنديسيون ربما الأحداث اللي وقعت في فرنسا يعني أثرت على غالبية اللعبين اللي هما يعني سيدي 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 فرونك والجيريا يعني الأمور هذه لازم نحطوها في في الاعتبار أنه دخلت هناك دخلت هناك أمور هذا ما يخليناش ما نتكلمش أنه كانت أخطأ أنه حتى الدفاع يعني الفريق كان منقص من عدة لعبين يخلينا دائما نتكلمه أنه الفريق الوطني لما يعني 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 أرجع عنا وسطنا ميدان هجومي وهجوم قوي أرجع نقطة الضعفة تاعنا هي الدفاع يعني ما فيش عمرنا ما كان عنا توازن في الثلاث خطوط وهذه لازم المسؤولين يشوفوها يخضى بعين اعتبار شيخ ربما حاكم تحدث عن أمور خارجة عن النجال التقني صحيح أنه قبل المباراة حدث أشياء كثيرة كان مع المدرب ما حدث في فرنسا إصابات ربما أطرت على اللاعبين معنويا ما هي الأشياء اللي لازم نفادها في مباراة هذه المسألة شوف يعني المدرب المدرب كما يعوش من جانب النفس يعني مرتاح وتكون يعني مسألة تعثيخة ما بين وبيل إدارة وبيل مسؤولين وبين اللاعبين وبين يعني المحيط وخاصة نعرفه من الليلة سيدون صارت مع غوركيف غوركيف مع الناخب الوطني مع الصحافة ومن هنا وكي ينضغط يعني من الصحافة يعني حتى أنه قيل أنه سيغادر المنتخب روطني بعد المباراة وما عندوش سيتم بروفيسونالي لها عندوها 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 لدوار ريسبيكتي للكونترا هذه مشانا لنلعب ولا نيروح كما يعب ويجي سيتم كونترا دو بروفيسونالي لدوار قلت لك من الجانب هذا ممكن نفسية المدرب ما كانتش يعني في المستوى أضيف على ذلك كما يقول لك المناخ ولعبنا في إفريقيا ونعرف المناخ تهاي إفريقيا يعني وتلعب على الزوج ونص أو ذلك يعني صح يعني سمحني شيخ قلت أنه نفسية المدرب لم تكن في محلها يعني فيما كانتش في المستوى إلى ما راجع هذا يعني يعني أنا قلت لك باللي كانت لنسي دوم على أبريل المارش على سينيغال وكانت لنسي دوم على الجورناليست وأكتر في الصحافة تحني كي تتاح فيها جورنال كي تتاح المدرب باي ما تخليش لا سبعني لسه هنا ندفع الصحافة وأنه دوري باش ندفع الزمالاء لكن ما قيل عن مدرب جوركيف لم يكن من الصحافة الجزيرية من خارج الوطن كان الصحافة الفرنسية أكدت أنه جوركيف سيغادر المنتخب الوطني مباشرة بعد مباراة تنظيمها خلينا نشوف فقط تقرير للزمين سعادة الله عبد السلام حول هذه القضية ثم نعود إلى البلاتو للنقاش مع اقتراب موعد الحسم الذي سيرسم خارطة طارق المنتخب نحو المونديال بدأت تطفو إلى السطح احتمالة رحيل الناخب الوطني كريستيان جوركيف بعد المباراة المزدى وجلة ستجمع الخضرة بمنتخب تنزانيا منافس لا يملك شيئا ليخسره غيابة مؤثرة وإعلام محلي لا يرحم هي كلها عوامل شاءة لقدر أن تهب برياحها سلافه البوسني وحيك حليلوزيج الذي يبدو أن تاريكته شكلت حملا ثقلا أرهق كاهلة جوركيف الأخبار المتداولة حول رحيل المدرب السابق لنادي لوريون تزامنت هذه المرة مع خبر إقالة المدرب إيرفيرونار من على رأس العريضة الفنية لنادي ليلة الفرنسي إقالة زادت من حدة الترشيحات التي وضعت مهندس التتويجات في أفضل رواق لتولي منصب المدرب بالمقبل لكاتبة الخضر هي احتمالة باتت تلمس الحقيقة حقيقة مفدها أن جوركيف ورغم نفيه في كثير من المرات رغبته في الرحيل إلا أن الواقع يقول العكس بما أن المدرب الفرنسي سيكون رفقة أشباره أمام تحدي صعب سيضعه بكل تأكيد على صفحي ساخن في حال أي تعطر جديد من شأنه أن يجهد حلم المونديالي هي حقيقة لكن ربما سابق الأوانها حديث عن تغيير مدرب أو رحيل مدرب قبل مباراة مثل هذه خاصة هذه المساء أنه ربما الضغط سيكون على المدرب جوركيف شيخ بصراحة صحافة الفرنسية أكدت الخبر فريق ليل أكد أنه هذا المساء سيبلغ من هو المدرب لحي تولى العربة الفنية وحديث عن جوركيف قرأتك لهذا الموضوع مدت أثيرها على المباراة هذه الشيخ الحق أن هذه تأثير سلبي من جميع الجوانب يعني الفريق الوطني يجب أن يتحاط لأنك تجري لأنه ينجر بسيكولوجيك ينجر الميديا برسيمات تجري لأنه ينجر الميديا الميديا تنزاني ممكن ينجر الميديا فرنسي مدرش وشكين ميشي نسكول ميشي خير لبلاد لكن في الوقت هذا لا يحتاج من هذه الأشياء لأنه يحتاج لأنه يحتاج لأنه يحتاج لأنه يحتاج لأنه يحتاج إلى تنزاني لأنه يحتاج لأنه يحتاج ومنتخب قوي أيضاً لعبين ممتازين ينبون في أكبر نوادي الأوروبية نوادي يستطيعون أن يستطيعون أن يذهب إلى المنزل فسيلاً لأن المرة اللي فاتله ومشينا الويت يام بتاتنا نضع وشي يقولون نحلمه باش نفوتوا الكار كل ما يتمكنه على الجزيرة وهذا نتمكنه وهذا وهذا سيليجيتيم يعني أنا مقول باشي خلي الفريق الوطني ويمشي الليل أنا بور ما أعطيني دماغه وخمم بيه برك هذا حكيم تنفح أن قضية هذه أطرت على غوركيوف كثيراً قبل المباراة هذه وقبل المباراة هذه المساء نعم c'est باستقلات ميدياتية لذلك غوركيوف il a un contrat objectif حد الآن jusqu encore اليوم il a accompli ses objectifs الناس في التعامل للتعامل قالوا تقالفين على القبط du monde تقالفين على القبط d'Afrique normalement s'il n'y a pas vraiment un accident موسيقى 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 سنجد يخدم السيد هذا. نسوكالي فيه. يوجد أن يكون هناك جهاز. لكن يجب أن تسمع الأخير مننا. قلت كلمات تطبيقهم. عشان الأخير من الأخير. يامون الأخير من الأخير. يقولون أن الأخير أرجيري، والذين لديهم تجربة، والذين لديهم حينكا، والذين لديهم جميع الأخير. قالوا أننا لدينا هذا المشكل. نحن نحن نسيادا في السيليكسون لأنه يكون لدينا أجل. لأنه لا يناس تواسير لا يناس شيخ لا يناس تحقيق لن يناس يتعلي لا يناس أي جراليس الإيكيب الصلاة عندما يحق فيها لذا نقص الأن لذلك نحن نعم إن شاء الله نحن 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 لذلك لا يجب أن نتتسبب لأنه يحليل أو المنزل أو الأحيان أو الأرض أو الأرض أمور هذه نتحدث بعد المباراة ليس قبل المباراة طبعا المخرج يوسف في بعض الأحيان سلام شيش الآن مدرب قبل ساعات من تلقى المقابلة وش هو خيطابه الكلام اللي يتحدث مع اللاعبين رح يخلي الأمور هكذا سبونطانية كما نقوله هنا لا 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 لكن ساعتين قبل ما تنوى توجه الملعب لا 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 ساعتين قبل ما تنوى توجه الملعب لا 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 يدير دي سيناريو دي ماتش من هناك يمكن يمشي على قاردر أماردر pondكارل سيناريو سهった اول Uganda سيدي داخل لسج gods س bring فدرation يدعون بقيت ويؤلون المعروض لكن كي يدعون جديد لهم يتحرك هل حديث سيكون الأكثر عن الخطة الدفاع سيدا مكشيش؟ ممكن الخطة الدفاع يحتاج إلى الكمبي هذا الفيدي يحتاج إلى الكمبي ما ل East Ham لا يقدر يقدر معهم عندي فيديون مو يقدر معهم بارجروب باركم بارتي مو يقدر معهم حتى انتوليكا يلبا دلال دير كووزافي كوميدي فوت ولا الفوت تاع كووي فا فيزيوني سا يكون شابهم امس طبعا هاوزيت اهوش تخدم او كيف تدير هاو كبركم للفيدار هاي البلاس مبتاعك هاو كيف تدير وكيف امنا غير ذلك تتبقى هات تغيارات في الخط الدفاع؟ ممكن ممكن احنا بقول لا 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 لازم وش يقولولو يكون يكون وش يقولولو يكون يعني صنوفو في العكس يكون يكون توفيه عشان بالقروة يا ربما يكون منذ البداية؟ ممكن ممكن حتى الاخر كار نتجاني يعني انا مرة يبقى في الدفاع خير ما يقدرش يلعب في وصد الدفاع ممكن نريح في الدفاع خير خطاكش عنده نزع دفاعية وعنده امكانيات كبيرة يعني دفاعية طبعا احنا نتعمق اكتر في التحليل والبداية طبعا تكلمنا على خط الدفاع البداية تكون مبلحي بصراحة حاكم سبعة بانك مدرب حراس وكنت حارس سابق وطعرف مني احد المهنة ماذا رأيك في اداء مبلحي الآن مقارنة بالمبلحي يعني منذ سنتين وثلت سنوات؟ احنا احنا بشنا نلازم هذير فور راندر اماج مبلحي مبلحي لفى انه تريت غلو سكوك دي مونت بدايوري تي بارميري سنك ميور غادلين طيب سمعنا نسي حاكم سمع فقط نحنا نتحدث على مبلحي بعد الفاصل مشاهدين الكرام لا تبتعدوا كثيرا سنعودوا بعد هذا موسيقى عودة مجددة مشاهدين الكرام من البراطو لمواصلة النقاش والتحليل مع كل من علي مشيش وحاكم سبعة اذا نحكي مسبعة قبل الاستراحة كنا تحدثنا على مبلحي اليوم مباراة رح تكون ربما مصيرية بالنسبة للحارس انا كنت رح تلك سؤال قبل الاستراحة كيف حيكون اداء مبلحي وش رايك في اداء مبلحي اليوم مقارنة من سنتين وثلت سنوات الماضية؟ لا الحمد لله احنا يفور ندره وماجر رئيس مبلحي وانا انا ابرى انا بسانس فراما انا روترو فيان غرون بولحي هو كان عنده يعني دور فعال في المباراة اللي فاتت وانقض الفريق من ثلاث اهداف ولا اربع اهداف محققة يعني ومباراة اليوم يعني مباراة اليوم ما ستكون صعبة لانه قلت لك فريقنا مراهوش مضطر انه يفوز بالمقابلة وننتظر من فريق طنزاني انه يهاجم لانه ما عنده ولا فريق طنزاني ما عنده ولا حل الا انه يسجل اهداف اه تعادل ثلاثة ثلاثة او ما فوق او الفوز يعني لهو التآهل الى التصفية القادمة يعني انا نشوف انه دور مبلحي رح يكون دور فعال ولكن خصوصا من الجانب بسيكولوجي احضاء يعني اعطال المجموعة اعطالهم اعطالهم دافع بسيكولوجي قوي خصوصا بعد تدخل تنتاعه في المباراة اللي فاتت في ذل انه سامح نحكيم انه كان فيها ربما عيسى ماندي عنده بزان منعبش يعني كذلك مسلوب لي ربما ما زال ما موجودة تضلت يعني في المنتخل الوطني اعطالهم دافع بسيكولوجي ليخلوا ربما بعد اللاعبين يمشوا في المباراة هذه شوف بالتأكيد شوف لحد الان فريق الوطني المنطقة الدفاعية تاع الفريق الوطني رهي دايما ورشة ورشة بناء سي توجور انا توريه داكون وينما زال ما لقيناش الخط هذائيا وين توليفة انو لعبين اكثر من سبع ولا ثمان مقابلات نفس اللاعبين مبني يستثنى مبني يعطي دافع يعطي يعطي متعب عليه ويعطي lazy alex دار МУЗЫКА كي يشترك التقنيين و الأنصال لما يضخموا فريق أو منتخب تنزانيا لا لا الحق يعني ساعة ساعة يعني في شوي من يعني من تتخيم تال الفريق تنزانيا يعني فريق تنزانيا يعني مهما كان ما عندوش تاريخ تاريخ كبير يعني في كورة الخدمة عندو فرديات ما قلوش ما عندوش فرديات من هنا ولكن يعني حتى الزافرنتاسيو معاما احنا توجور كانت الصالح نحن يعني تقريب إحصائيات تؤكد أن المتخب الوطني دائما كان يتغلب على فريق تنزانيا ومن ضخموهش ومن عطولوش نعطولو حقه برق نعطولوش يعني فوق حقه وننظن باللي احنا يعني كموش يعني بعض الأمور بسرات يعني في تنزانيا وكانت بعض الظروف يعني المناخية وكان يعني صرف دي اللعبين ملفين يعني بالجوء الأوروبي ومن هنا ومن يتقلموش يعني كثير ويعني بسرعة يعني ولذاك كانتين مقابلة تكون عادية ولكن ظروف هذه جات ونحن والحسن الحظ يعني يعني درنا مقابلة يعني درنا تعادل في تنزانيا أنا نقول يعني باللي ستين سمبل فرماليتي يعني أنا في بليدها كما يقول الفريق الوطني يعني رح يربع المقابلة تاوي يعني بكل سهولة يعني يرى 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 خاص يعني هذا ما نتمنى إذن سياري مشيش لكن خلينا نشوف تقريب زي منا والمتألق عبدالسلام صلى الله عليه وسلم عن تاريخ مواجهات المنتخب الوطني ومنتخب تنزانيا ثم نعودوا إلى البلاطو بعد ضمان ست منتخبات افريقية تأهلها رسميا لثالث ادوار التصفية المونديالية يتجدد الموعد مرة اخرى مع سباق التأهل نحو المونديال الروسي باللقاء الذي ينتظره الشارع الجزائري بشدة والذي يجمع المنتخب الوطني بضيفه التنزاني على ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة الحديث عن طرفي المواجهة يقودون هذه المرة للتطرق لتاريخ المواجهات الجزائرية التنزانية والتي ستكون هذه المرة بالرقم ثمانية حيث سبق للمنتخب الوطني اللعب أمام نظيره التنزاني في سبع مناسبات عادت فيها الغلبة لمحارب الصحراء في ثلاث منها إلى جانب ثلاث تعادلات وانهزة من واحد حاصلة تؤكد التفوق التاريخي للخضر بداية بأول مواجهة بين المنتخبين والتي تعود إلى الثامن من شهر جونبي ثلاثة وسبعين تسعمائة وألف برسم الألعاب الإفريقية التي احتضنت أنذاك العاصمة نيجيريا لاغوس مباراة مالت بنتيجتها لصالح زملاء رشيد ضري ومصطفى دحلب بأربعة أهدف لهدفين الموعد تجدد مرة أخرى بعد اثنتين وعشرين سنة من الغياب وذلك برسم ذهب وعي بتصفية كأس أمم إفريقيا 96 التي جارت بجنوب إفريقيا لقاء شهد تحقيق منتخب الطوائف لانتصاره الأول والوحيد بهدفين لهدف وحيد قبل أن يتجرع مرارة الخسارة إيابا بذات النتيجة رابع مواجهة بين المنتخبين سنة 97 كانت بعيدة عن الرسميات بلقاء ودي احتضنته العرض التنزانية وعادت فيه الغلبة من جديد للتشكيلة الجزائرية بهدف دون رد فوز ثالث انتهت معه قصة الانتصارات لتكون فيما بعد الكلمة الفيصل للغة التعادلات في ثلاث مناسبات بداية بتصفية تلك عن 2012 وصولا لآخر سدام بين المنتخبين مطلع هذا الأسبوع والذي انتهى بهدفين لكل منتخب في نتيجة وإن رجحت كفة محارب الصحراء إيابا إلا أن المنطقة يقول لكل مجتهد نصيب لكل مجتهد نصيب سي علم الشيش سبع مواجهات ثلاث انتصارات المنتخب الوطني كما قال زمينة عبد السلام صلى الله ثلاث عدلات والنزام الواحد وهذه هي المواجهة التمنى ربما انتصار رابع لغة الأرقام والمستويات شو بلني الفريق الوطني بعيد عن الفريق الطنزاني المؤهلات لعبين في مستوى عالي وعندهم تجربة في فريقيا وتجربة في أوروبا لعبوا في أعرق فرق في أوروبا المستويات ليست متكاملين منهم هذا الغلبة إن شاء الله تكون الفريق الوطني وهذه ما نقولهش يعني بعاطفة والله بلدك ولكن يعني حقيقة يعني الفريق الوطني سي نكومبار لعني اللي كيبناسونا لتنزاني انتر لدو فيديراسيون انتر لجوار انتر من هنا انتر من هنا انتر من هنا انتر من هنا ان شاء الله تكون يعني صراحة سيحكم اسمع تشوف انه تشاطر رأي سيلي مشيش وانه ضخمنا منتخب تنزانيا اكتر ما اعطينا له حجم اكتر من ما يسحقه لا بكل تأكيد يعني قلت لك شوف كينا هدروا على لغة الارقام يعني توت الاستاتيستيك سون طرفا فولتا لكيب ناسونال الجيريان ضك كي نشوفوا الافالير سيلا بالارك انديودييال بيننا وبين التنزاني ما نقدرشنا هدروا ما كاش نكومباريزون بقات حاجة كين رياليتي لتينة كين رياليتي لتينة اللي تمحيلك الاستاتيستيك وتمحيلك قاع الهيسطوريك بقات حاجة واحدة قلت لك حنا الا ما تشاهدته اليوم يا حيكون لا بور PSC هو اللي يكون عنده الاغر الايجابي والاغر السلبي في نتيجة مقابلة اليوم لازم تكون ملزم بتسجيل الاهدف ملزم بالفوز او التعادل ثلاثة ثلاثة وفما فوق بيش يضمن تأهل نحن كتقنيين أو كصحافة أو كميديا يجب أن نضع في الإكتفة ناشنال هذه يجب أن نقوم بسيطة نيجاتف دعوهم ولكل حدث حدث إن شاء الله نتكاليفيه ونفرحه كامل وإذا كانت لقدر الله أفضل هنا ونقدره نحن نحن نتكلمه وكل واحد يأتي رأيه وكل واحد يقول الحقيقة ولكن الآن أنا أقول بالله كما قال الشيخ سنكون فورماليتي إن شاء الله المباراة ستلعب بملعب مصطفى تشاكير بالبوليدة تغيير ملعب من ملعب 5 جوليا راح نلعبه في ملعب مصطفى تشاكير مصطفى تشاكير ربما حاكم تعرف الملعب هذا أنت جيدا عنده خصوصيات خاصة مع المنتخب الوطني شوف الحمد لله يعني ملعب مصطفى تشاكير يعني هو فالخير على الفريق الوطني يعني الله أعلم في وشهر ونوفمبر أيضا لا هذه حاجة رمزية وحاجة تاريخية ولكن نحن نبقه في موحية الرياضة نقول لك أنه الضغط الذي يواجهوه الفرق الإفريقية الأجانب الذين يدخلوا ملعب مصطفى تشاكير يعني ضغط مخالف لكل ملعب مخالف لكل ملعب الحمد لله بدت قصة المنتخب الوطني الجزائري مع ملعب مصطفى تشاكير من مباراة مصر الجزائر التاريخية وإن شاء الله كان في الخير عليهم حتى مدينة البوليدة فالخير على الفريق الوطني رغم أني أنادي أن الفريق الوطني ما له ملك البوليدة ولا ملك ملعب خمسة جويلة فريق الوطني ملك كل المدن الجزائرية وكل الملعب الجزائرية عندنا ملعب شاهد حملاوي عندنا ملعب بليدة عندنا ملعب خمسة جويلة ولكن الحد الآن نحن بحاجة لتأهل من خلق جسد الفريق الوطني من اللي زابيدي تنتاحه هم عندهم عندهم يعني في الملعب هذا إن شاء الله سنتأهله وبعد الفريق الوطني يجول في كل ألحاء الوطني حكيم سباية تحدث أيضا بالعاطفة دعونا نرى تقارير زميننا موعد نمرودي عن ملعب مصطفى تشاكر وكيف يكون الملعب هذا المساء ثم نعود إلى البلاطو للمواصلة النقاش يبدو أن غياب محاربي الصحراء عن حديقتهم المنفضلة في السنوات الأخيرة مصطفى تشاكر لم يطل كثيرا فبعد المباراتين الوديتين ضد كل المنغينيا والسنغال والتين أجريت بملعب خمسة جوليا سيكون قائد أوروبا نسفينة الخضر كريستيان غوركيوف وأشباله على موعد مع العودة إلى أجواء المباراية الرسمية برسم رقاء العودة أمام منتخب تنزانيا من بوابة مصطفى تشاكر والذي يتواجد في أبها حلة لاحتضان المباراة المصيرية للخضر من أجل مواصلة المغامرة نحو مونديل روسيا 2018 هذا الملعب الذي كثر الحديث في الآوينة الأخيرة عن عدم عودة محارب الصحراء للاستقبال فيه مجددا لكنه خيار أعاد فيه النظر القائمون على شؤون المنتخب ورأوا فيه الحل الأمثل والمكان الأنسب لاستقبال المنافسين وحجتهم في ذلك الصغار الملعب والضغط الذي يفرد على المنافس بسبب قرب مدرجته من أرضية الميدان بخلاف ملعب خمسة جوليا وهو عامل في صالح رفاق سليماني عامل آخر سيصب في مصلحة تشكيلة غوركيف وهي درجة الحرارة المناسبة التي ستجرى فيها المباراة بخلاف لقاء الذهب بالدار السلام والذي ميزته درجة حرارة علية ورطوبة متفعة أثرت على اللاعبين الذين كانوا الضرلا لأنفسهم خاصة في المرحلة الأولى من المواجهة إذن هي كلها عوامل تصب في مصلحة محاربي الصحراء أمام النجوم الطوائف الطنزانية فهل سيتمكن زملاء سليماني من إقاف حلم الطنزانيين في الملعب الذي كان شاهدا على أفراح الخضر بتأهلهم لمرتين متتاليين للمونديالين الأخيرين نحد أيضا وشجمات الشخصية كنت رجل ذكر أكمن ملاعب مصطفى طنزاني وكلّه ومرتا regard for automation نحن أننيسا هناك بعض رجالة ونشب failures أنا hang registered في الآخر بالمأ原ا من الملعب أن ندام المكارب الس blew up تحمل نحن لأذي ملعب المعرفة العلمية وهذه معرفة غير علمية يعني الأمور هذه بس هنرجع لا أبيتك على التحضير النفسي ومدى أهميته في المقابلات وفي مثل هذه المقابلات يعني يعني نقول بل أن الجانب النفسي أولا وآخيرا يكون عنده عامل أهم يعني الفريق الوطني باش بورسو كاليفي في المات شذا أما الملعب الملعب عندهم ذوك اللي جوور إيزان جوي قداش تروازون لك 400 سنترين جوي عندهم ليروپير عندهم من هنا وكلش والله ذاك سجوي ستنستن قريبا ملعب ملعب جمي جدا ملعب جمي جدا ولكن يفو سادابتي وإحنا ما عناش الوقت بورسادابتي سفدي الملعب شاكر عندنا ديروپير عندهم ليروپير من هنا كين أمور هكذا وكيما قال لذاك ممكن وش يقولون كين عوامل أخرى خطاكش الرياضة هذه ماش علم وتكونش علم وزامي كانت علم يعني فيها الحظ وفيها يعني فيها بعض الأمور اللي تصرح هكذا وتمد يعني نتيجة إيجابية وهذه الأمور اللي يراني نقول عليها هنا بشألة الأجواء ستكون باردة ربما راح تخلي المنتخب تظاني ما يتقومش منيح معا ممكن ممكن الأجواء ثانية كما إحنا لعبونا في رطوبة ولعبنا يعني وش يقولون في إن شادر يعني ذلك همومة ثانيا في البرد ما يقدروا شي يقدروا شي يتقلمون مع ذلك ولكن عندهم لعبين من يلعبوه في أوروبا يعني نعم ولفين يعب هذا الأجواء يعني من تقسر حكيم اليوم نحن 17 موفمبر مباراة المنتخب الجزائري منتخب تظاني ربما شهر نوفمبر عنده خصوصيات بالنسبة للمنتخب الجزائري راح يعني هي مباراة اليوم يعني هي ذكرى أحلى ذكرى للجزائريين هي إعلان عودة الكرة الجزائرية للمحافل الدولية المحافل الدولية والمستوى العالي إن شاء الله إن شاء الله نكمله يكون هذا اليوم كما كان مبارك علينا في 2009 يكون مبارك علينا إن شاء الله اليوم ونتأهله حتى ولو كان نصف تأشيرة لأنه حتكون هناك يعني إقصائية أخرى وتكون الظروف أصعب ومستوى أعلى ولكن احنا كما يقول إن شاء الله نتأهله ويكون لحدات حادث الآن ربما ندخله في الجانب التقتيكي سيالي مشيش عودت إبراهيمي بودبوز مع المجموعة ربما هذا الدافع آخر هل تتوقع أنه خطة التقتيكية لحياتها معند لها المدربان هي نفسها في اللقاء دائم لا لا ما تكونش يعني في نفسها ما نظنش خطاكش لها ذوك الليكيب ناسونال نونمان ما يلون جوية تريز انتلي جاما ممكن يقسمو يقسمو لكاتر وين ديمان يقسمو لكاتر وين دي بارتي يم بارتي وين يشوفو فيها الادفرسير كمو يلبروز فاربع ساعة لوش نقولو بوع ساعة لمنوت انتريكا إن اخر بارتي ممكن هل تتوقع إلا أن يعني سلو بلوك كانوا تريلوان اللي بلوك ما كانوا سودي ملعبناش بان بلوك ديفونسيف خاتاكش وشيني ان ديفونسير وشيني لادا لديفونسير لجور كينة بالبالون دوت اتر ديفونسير كينة بالبالون دوت اتر ديفونسير هذا هو البلوك باش نخدمه نخدمه البلوك لهنا وشي قول الفريق وطنين كل ملعبش ببلوك سمحني سؤالي مشيش حتى المنتخب التنظاني تفطن لنقطة فوزي غلام يشارك في الهجوم لكن العودة تكون تقيلة هو ما استغلوا في المنتخب التنظاني في لقات تهب واي استغلوا استغلوا استغلال يعني كان من لا خاتاكش وشي قولوا كنت الرطوبة كانت وشي قول مناخ ماقدرش خاتاكش غلام بالاجوال الاوروبية ماقدرش مايقدرش منها ماكان يتفطن لها او تفطن لها بعد وشي قولوا الاخب الوطني وطفن لها بولفاريق وفرتير في الفلان غوش خاتاكش كنايا ناراوش كي مانت سافدير تجور لازم الفلان يتسكر من الكوتي في الكوتي غوش فقطا اما وشي قولوا الامور الاخرى ان شاء الله يعني وشي قولوا يكون امتير اكتفكاتي فو نفو دي بلوك ديفنسيف الى بورت عبودبوز وشي قولوا اللي براهيم اللي براهيم اللي باندوني الدفيرانس يعني في المقابلة شي اتتوقع فيه المركج اندفيدوال شوية ميو دولوا ممركاج دي باندفيني ينظروا ينظروا الاندفيني دريدو ممكن دول مركاج لكنه يعني يستهلو دول مدول مركاج يعني دوزان ربما سيالي مشيشة ويقل المنتخب المنتخب التنزاني حاكم سباح شفنا نقطة ايضا سلبية في هذه المباراة الكرات العالية كلها كانت للمنتخب تنزاني وهذا شي ربما وطلق الفريق الوطني من بعد البجارة تفتح عن طريق الحيال والأبرت بالكالم نحن 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 المبارات اليوم بالنسبة لفريق الطنزاني تكون في المجال تكون في ضمانة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعطينا نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر 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 قنقر